اشتركوا في القناة بإذن الله تبارك وتعالى نحن نحتاج إلى تعلم المهارات لأن الحياة هي مهارات الناجح في الحياة هو الذي يستطيع أن تكون الذي قدر على تعلم مهارات جديدة دائما مهارات نفسية مهارات سلوكية مهارات ذهنية فمهارات كثيرة في الحياة وبالتالي نحن نحتاج إلى أننا نتعلم في كل مرة مهارة هذه المهارة تنفعنا في حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى مهارتنا اليوم مهارة مهمة جدا في حياتنا اليوم خاصة بالنسبة للشباب بل هي للإنسان عموما مهارة الضبط الشهوة ونحن عندما نتحدث هنا عن الشهوة نتحدث عن الشهوة ككل بمجموعة الله عز وجل قال زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطين المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حس المآل إذن عبر الله سبحانه وتعالى هنا بالشهوات ليس فقط بالشهوة الجنسية كما يعتبره البعض وإنما قد يشتهي الإنسان أشياء وذلك يعرف المختصون الشهوة على أنها الرغبات التي يتطلع إليها الإنسان أي بمعنى الرغبات التي يريد أن يقوم بها بغض النظر عن كون هذه الرغبات مهمة الله أو ليس مهمة الله هذه الرغبات التي يتطلع إليها ويريد أن يقوم بها فهناك رغبات في الحياة لا يمكن أن ترقب الإنسان إلا أحسن بل إن الله سبحانه وتعالى جعل سلوك الإنسان وتصرف الإنسان سيف ذو حدين كما يقال أي جرع الله سبحانه وتعالى فيه الخير وجعل وزرع فيه الشر وهذناه النجدين كما قال الله تبارك وتعالى ومن هنا فإن تنازح هذه الرغبات في الإنسان قد يذهب به إلى شهوات الأمور الدنيوية ويتبعده عن الله سبحانه وتعالى أو أنه تبعده إلى هذه الشهوات التي تبعده عن تحقيق أهداف الحياتية ليس فقط في الجانب الديني بل حتى في بعض الجوانب الحياتية لأن هذه الشهوات أو المجتهيات أو الرغبات التي سلبية تبعدنا عن الأهداف الحقيقية التي يمكن أننا نطمح إليها في هذه الحياة ومن ثم فإن شهوة النفس هي سبب وراء اكتساب المعاصي كما يقال أي أن السبب الرئيسي حينما تجعل الإنسان يكتسب المعاصي لله سبحانه وتعالى هو عندما تكون هذه الشهوة شهوة المال، شهوة الجنس، شهوة الأولاد، شهوة الكبر وتطلع الرئاسة وتطلع إلى ما هو أفضل فإذلك هناك شهوات عديدة فالسبب الرئيسي والمدخل الرئيسي لكسب والاكتساب المعاصي هو هذه الشهوة ومن هنا نحن نحتاج إلى أن نكتسب هذه المهارة ضبط هذه الشهوة وفق ما شرع الله سبحانه وعز وجل ضبط هذه الشهوة وفق ما نريد أن نصل إليه في حياتها اليومية والخاصة والعامة في قدر ما يستطيع الإنسان أن يكون ضابطاً لنفسه بشكل إيجابي وضابطاً لشهوته بشكل إيجابي بقدر ما يستطيع أن تفعل لأن هناك شهوات تبعدك تماماً عن الهدف الرئيسي الذي وجدت من أجله في هذه الدنيا أو سواء وجودك في الحياة أو سواء وجودك في الحياة الخاصة والعامة لحياتك ومن هنا لضبط هذه الشهوة شهوة النفس الحص على ربط العلاقة بالله سبحانه وتعالى أول وقبل كل شيء بمعنى أن يحص الإنسان على ربط علاقته بالله تبارك وتعالى قبل أن يستطيع أن يصوب هذه النفس وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الصحبة الصالحة أي إيجاد الصحبة التي تدفعك إلى النجاح وتجعل منك إنساناً منجزاً في هذه الحياة وإنسان ناجح في هذه الحياة أما الإنسان الذي يترك العنان لشهواته ويترك الأهداف وطموحاته التي كان يعيش إليها فكثير ما أبعدت الشهوات والشهوات عن طريق الصحبة السيئة أبعدت الناس عن أهدافهم التي يطمحون إليها الأمر الثالث استغلال الوقت واستثماره إلى الأحصن بمعنى أن تحاول أن تستثمر وقتك فيما هو إيجابي أن تخلق في هذه الدنيا من أجل أن تقوم بأعمال من أجل أن تقوم بأشياء فاستثمر وقتك فيما ينبغى أن تقوم به استثمر وقتك في أهدافك الدنياوية والأخراوية استثمر نفسك في إنجازاتك الأخراوية والدنياوية استثمر وقتك فيما يجعلك تربط علاقة أكثر مع أسرتك استثمر وقتك فيما يجعلك تتحسن من مهاراتك المهنية من مهاراتك الحياتية فاستثمار الوقت بشكل إيجابي يعطي الإنسان يضبط الإنسان حين يذن شهوته ويصبح كل شيء يديه أي الرغبة التي أرادها ينساق وراءها من دون أن يعرف أين تسوقه هذه الرغبة الأمر الرابع وضع أهداف حياتية في الحياة بمعنى أن تكون الذي الإنسان القدر على الرؤية الإيجابية والرؤية المستقبلية وأن يكون الذي الإنسان من خلال هذه الرؤية يضع أهدافه في الحاضر من أجل الوصول إلى هذه الرؤية التي يريد أن يصل إليها فوضع الأهداف الحياتية في كل مجالات الحياة يدفع بالإنسان إلى العمل وإلى ضبط كذلك هذه الشهوة السذبية التي تبعد الإنسان عن الإنجازات سواء كما قلنا سواء كان منها الأخروية أو الدنياوية الأمر الأخير مراقبة السلوكات والتصرفات أو مراقبة الذات والتصرفات بمعنى أن يسعى الإنسان أن يكون مراقباً لنفسه مراقباً لذاته مراقباً لسلوكاته مراقباً لما يقوم به يومياً في حياته من أجل الوصول إلى الأحسن والوصول إلى الأفضل بإذن الله تبارك وتعالى إذن عندما نتحدث عن ضبط الشهوة فلابد أننا ننتبه إليها لأن هذه الشهوة قد تؤدي بالإنسان بعض الأمراض النفسية تؤدي بالإنسان إلى ضياع الكثير من الأوقات حياته تؤدي بالإنسان إلى ضياع نفسه تؤدي بالإنسان إلى ضياع الكثير من الأشياء التي يمكن أن يطمح إليها الإنسان في هذه الدنيا وربما هنا في الأخير نركز في ثواني عن الشهوة الشهوة الإنسية التي ربما أصبحت اليوم طاغية كثيرة عند كثير من شبابنا هذه الشهوة التي ساءت بها أخلاق الكثيرين والتي ضيعت الكثيرين وربما تدخلك حتى في بعض الأمراض أمراض البدنية أو الأمراض العقلية أو الأمراض النفسية التي ربما علينا الآن أن نضبطها وأكثر شهوة علينا أن نضبطها هي الشهوة المعصية فهذه الشهوة التي تجدها سهلة أمامك فعندما تستطيع أن تضبطها حينئذ تستطيع أن تربط علاقة قوية مع ربك سبحانه عز وجل ومن ثم تكون حينئذ في عليين بإذن الله عز وجل لذلك علينا أن نضبط شهوتها بقدر من استطيع إلى أن نلقاكم أيها الأحبة الكرام في عدد قادم بإذن الله تبارك وتعالى نستودعكم الله الذي لا تضيعه وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته